موسيقى مرحبا بجميع مشاهدي ومتابعي القناة جاءتني عدة أسئلة عن الفرق ما بين المايكرو أفولوشن والماكرو أفولوشن أو التطور القصير المدى والتطور البعيد المدى أو التطور الكبير وفي الحقيقة لا يوجد فرق عندما نفكر بميكانيكية نظرية التطور وكيف تعمل وكيف تتغير الدياني من جيل إلى آخر ولا يوجد فرق ما بين التطور الكبير والصغير الفرق الوحيد هو النظرة من خلال زمن معين أو بعدد أجيال معينة بمعنى أن التطور الصغير أو المايكرو أفولوشن يحدث في خلال عدة أجيال وبزمن قصير نسبيا طبعا نسبة إلى عمر الأرض والتغير عادة يكون تغير بسيط جدا وأكثر الأحيان لا يحصل تغير في النوع وتعريف النوع هو إمكانية أفراد النوع من التزاوج فيما بينهم بمعنى أن التطور الصغير يحدث للأفراد داخل النوع لكن هؤلاء الأفراد لا يتغيرون إلى نوع آخر هناك كثير من الأمثلة على التطور الصغير والذي نستطيع أن نقيسه طبعا لسبب أنه يحدث في زمن قصير نسبيا وأنا تكلمت عن مثلا أدلة التطور في جسم الإنسان وأحسن مثال هو التغير الجيني الذي حدث لشعوب الشرق الأوسط أوروبا وأفريقيا بحيث يستطيعون أن يهضموا اللاكتوز في الحليب عندما يصبحوا بالغين لكن هذا التغير لم يحدث في شعوب آسيا أو الجنس الصيني أيضا المثال الآخر التغير الذي حدث لسكان أهل التبت الذين يعيشون في مرتفعات عالية جدا والذي ساعد على كون لهم قابلية أفضل لامتصاص الأكسجين من الهواء لأن الأكسجين قليل في المرتفعات العالية وهذا التغير في الجينات لا يوجد في شعوب العالمة التي تعيش في سهول منبسطة وعلى مستوى سطح البحر وهذه التغيرات حدثت في عدة آلاف من السنين وربما عدة مئات من الأجيال مئات إلى آلاف قليلة من الأجيال وطبعا هذا التغير لم يغير النوع الجنس البشري لا يزال نفس الجنس البشري التزاوج ما زال ممكن بين أي شعوب من هذه الشعوب الذي حصل فيها هذا التغير الماكرو أفولوشن هو التغير في الدييني الذي يحصل على مدى أبعد أو زمان أكبر بكثير من الزمن الذي ذكرناه وهو عدة آلاف من السنين فمثلا عندما نقول لنا الإنسان تطور من سلف مباشر وهو هومو إيركتوس مثلا هومو إيركتوس عاش قبل تقريبا مليونين سنة وهذا الزمن كثير جدا والتغيرات التي حصلت في الدييني طبعا تغيرات كبيرة جدا قياسا من ظهور الهومو إيركتوس إلى ظهور الهومو سيبيينز وهو حوالي 200 إلى 300 ألف سنة إذن من ناحية نظرية التفكرة أو كما ذكرنا ميكانيكية نظرية التطور لا يوجد فرق بين الاثنين هو تغير الدييني الدييني يتغير هنا ويتغير هنا الفرق هنا أننا ننظر إلى زمن قصير جدا فطبعا تغير الدييني لا يكون تغير جذري لكن هنا عندما يكون التطور كبير التغير يكون تغير كبير جدا ولهذا ممكن أن يتغير النوع إلى نوع جديد أو نوع آخر لا يتزاوج مع النوع الذي تطور منه طبعا نتكلم نص مليون سنة مليون سنة يعني الزمن يكون بعيد جدا أعتقد أن السؤال يطرح لأن بعض المتدينين أو المثقفين المتدينين يقولون أن التطور القصير يوافق الأديان الإبراهيمية ويوافق فكرة أن الله أو الإله خلق الإنسان لأنه فعليا الأنواع لا تتغير في هذه الفكرة لأن مدة التطور هي قصيرة جدا لا تكفي لتغير أنواع ولهذا فهم يقولون أن التطور القصير يوافق الدين لكن التطور الكبير لا يوافق الدين لأنه فعليا يفسر كيف نشأ الإنسان أو نوع الإنسان من هومو أيركتوس ونعود إلى سالف مشترك مع الشمبانزي والغورلة وثم نعود إلى أكثر من ملايين وملايين وملايين السنين إلى سالف مشترك مع القرود وثم مع اللباء فطبعا هذه الفكرة يرفضها الدين وخاصة الأديان الإبراهيمية ولهذا فهم يرفضون هذه الفكرة لكن الشيء الغريب أنه نفس المبدأ ونفس الميكانيكية التي تدفع بتغير الدياني في الفترة القصيرة هي نفس الميكانيكية التي تغير الدياني في الفترة الطويلة يعني الفرق بينهم هو فقط معدل التغير الدياني في زمن أطول فأرجو أن يكون هذا الجواب واضح للسؤال وشكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى